الهيكل الخلوي، سايتو سكيلتون يوجد في سايتوبلازم الخلايا حقيقية النواة كشبكة من الألياف البروتينية التي تتكون بعملية البلمرة وتتحلل باستمرار وتتمثل أهمية الهيكل الخلوي في تدعيم شكل الخلية وتثبيت العبيات السايتوبلازمية في أماكنها الخاصة وتتمثل أنواع الألياف البروتينية المكونة للهيكل الخلوي في ثلاثة أنواع هي الخيوط الدقيقة Microfilament الخيوط الوسطية Intermediate Filaments والأنيبيبات الدقيقة Microtubules وهي ما سنتناول الحديث عنها الآن الأنيبيبات الدقيقة هي عبارة عن تركيب دقيقة مجوفة ومتفرعة تتواجد في جميع الخلايا حقيقية النواة أكثر صلابة من الخيوط الدقيقة تتكون من نوعين من البروتينات هما Alpha و Beta Tubulin حيث تلتف حول بعضها بشكل لولب مزدوج وتكون كل أنيبيب من صفوف حلزونية من البولميرات الثنائية التي تتكون من ثلاث عشرة وحدة لكل لفة يبلغ معدل قطرها 25 نانومتر وتتصل البولميرات الثنائية المتجاورة مع بعضها البعض طوليا وجانبيا أما عن وظائف الأنيبيبات الدقيقة فتتمثل فيه كونها التركيب الأساسي في الهيكل الخلوي كما تشمل حزم الأنيبيبات الدقيقة الأهداب والأسواط في الخلايا وحيدات الخلية وفي بعض الحيوانات متعددة الخلايا نقل الكروموسومات الوليدة إلى الخلايا الوليدة والمتشكلة حديثا خلال الانقسام كما توجد في نتوآت الخلايا العصبية وتلعب دورا هاما في حركة المواد داخل الخلية حركة عضيات الخلية عمل الجسم المركزي وحركة الأصواط والأهداب